أشغال تسير على قدم وساق وترقب كبير لإتمام مشروع الملعب البلدي الأكبر في ولاية الجزائر هنا ببلدية الكاليتوس هذا الصرح الرياضي الذي يتربع على مساحة تزيد على 7000 متر مربع ويستوعب 5000 متفرج يتم حالياً تهيئته وفقاً لمعايير الرابطة الوطنية لكرة القدم المشروع هو مشروع أشغال تهيئة الملعب البلدي زرق الملود وإنجاز المدرجة هذا هو اسم البرنامج هذا المشروع أو الصرح الرياضي الكبير يشرف عليه مكتب دراسات ومقاولتين الآن المقاولتين يعملان مع بعضهم البعض والعملية وعملية إنجاز فيها فيها تقدم مستمر الملعب البلدي الذي يحمل اسم زلوق ملود يضم أيضاً أربعة قاعات رياضية مضمار لألعاب القوى وكذا مكاتب لجمعيات رياضية هناك زيادة على ذلك رغم أنه ضحف الميزانية البلدية إلا أن البلدية كانت في كل ما تخصص لهكذا مشاريع أموال حتى يجد الشباب متنفساً لهم وكذلك من أجل تدعم الرياضة الوطنية أعضاء الجمعيات الرياضية ببلدية الكاليتوس عبروا عن استحسانهم لهذا المشروع الذي سينهي معاناة الرياضيين وسيمكنهم من استئناف نشطتهم في ظروف أحسن كنت جميع الأسر الرياضية كانت تجتمع في الملعب طبيعة الحال الملعب هو اللي يجمع الرياضيين كانت فيها عدة نشاطات رياضية منها كرة القادم منها الرياضات أخرى المشروع هذا إن شاء الله كان يكمل أنا نظن في الولايات الجزائر هنا في العاصمة يقول لي من أحسن المرافق يعني إن شاء الله هذا الملعب يعني كما يقولون آمل وفسحة للشباب يعني تكون إن شاء الله انطلاق الرياضة للنخبة سيكون مكنة مخصصة لكل جمعية رياضة من مكاتب ومالافق توفر كل الظروف التي تسمح باكتشاف مواهب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس أكدوا على أن توفر المرافق الرياضية بالأحية يبعد الشباب عن طريق الانحراف وعن الأفة الاجتماعية ويساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الرياضية والترفيه والاستمتاع بأوقاتهم اشتركوا في القناة